لن يكون إلا سمحمد السمدي تقدر سمحمد السمدي على تصفيقاتكم نستقبل هذا الهرم دون ذكر المجالات جمعية اللي اشتغل في مدينة طنزام سمحمد السمدي مرحبا بي في مدينة العرقية المتدى الهرية ويقول لك هنا شكالي بعد أولا بمخابرة الله فاجأتني بهذه المعلومات رجعت بيد ذاكرة إلى الحي وإلى المدرسة وإلى العمل شكرا لك السلام عليكم بداية جد سعيد أن أتواجد مع سيدات وسادة أبناء هذه المدينة المناضرة هذه المدينة إلى حد ليس ببعيد حينما كان فيها الاستعمار كانت مدينة بارزة على صحيح جغرافية الوطن لأن مدينة العرائش التي كانت تزوجت فيها مجموعة من المؤسسات المؤسسات الاقتصادية ضترت هذه المؤسسات مدينة العرائش بتوراتها التقافي بفضل نسائها ورجالها كانت رائدة لا على مستوى التقافي لا على مستوى الفني على مستوى الكتابة والشهر لكتاب مرموقين كانوا في هذه المدينة على المستوى الرياضي كذلك مدينة العرائش ومن خلالها فريق شباب العرائش ومن قبله هذا الفريق التاريخي الذي كان شوكت في حلق الويداد والرجاء البداوي والجيش الملكي في مرحلة الستينيات مجموعة من اللاعبين الذين كانوا من الأوائل الذين احترفوا خارج أرض الوطن من مدينة العرائش مدينة العرائش عندما رحل الاستعمار وإن كانت مدينة صغيرة ولكن كانت مدينة جميلة نظيفة فيها ذلك الفضاء الجميل يلبك ترك فيه الاستعمار ومجموعة دي المرافق الرياضية كانت جميلة من مسبح من حلبة للخيل من فضاء للجر نأسف الآن على مدينة العرائش تصرح في هذه الحالة وهي ليست بحلة ولكن حالة وضعي اليادة سيدة الفاضلة سمعتم جموعة من الإخوان وأنت مسؤولة على المؤسسات المنتخبة هنا كناخبة أعرف على أنه جماعة أو المقاطعة إن كان يأتها ضعيفة ولكن لا بد أن نشغل بملفات لنا والي في مدينة طنجا وهو يشرف على جهة طنجا استطوال حسيمة يتفاعل مع كل المبادرات لا بد أن يشمع ونجموعة دي الإخوان مهندسين تقنيين هنا في مدينة العرائش لإنجاز ملفات تقنية ليس تلك الطلاب يلعطيني أعدلي ولكن ملفات تقنية نحن على أتمي الإسعداد لتقديم المساعدة لهذا الفريق الذي سيشغل ونطرق باب سيد الوالي وأنا أكيد على أنه سيشتجيل لأن مدينة العرائش مدينة العرائش لم تأخذ حدها على غرار منو الشمال لا نريد أن تكون مثل تنجا لأنها لها وضع خاص لا نريد أن تكون مثل تطوال ولكن لا بد أن تستفيد من نصيبها على مستوى البنية التحتية كانت رياضية أو كانت تقافية أو كانت فنية لا بد أن نشغل جميعا أنتم الآن ونحن معكم نتحمل هذه المسؤولية من أن تستفيد لم يعملوش فينا الخير تستفيد مدينة العرائش كما استفادت باقي المدن في جارة تنجزي والحسيمة والحسيمة وفيها المنارة الآن وقرية رياضية ومجموعة من المنشآت مدينة العرائش هي مدينة لها تاريخ لها جذور لها وقع برجالها وبنسائها وأنا على يقين إذا شغلنا على هذا الملف جميعا لا نوجه الاتهام لأي أحد لا بد أن نستثمره في هذا الرأس المال مدين لا بد أن نستثمره فيه ولا بد أن نجعل من هذه المحطة وهذا اللقاء لك أشكر من خلاله إخوان في فضاء فيدرالي مغربي لتن من يوم الرياضة أشكر القيمين على هذا الحافظ على الأقل تزورت معه عن أجوعة هذه المجهور ربما من الكوفيد لأن هذه ربما أربع سنوات رايش كمجي ولكن كنت دائما أجلس مع الجموعة من الإخوان أعزاء الأصدقاء إخوان بذينا نتناقش نتحاور في واقع هذه المدينة ولكن الآن شكراً لهم على الأقل لأنه كانوا من وراء أن أتظاهروا أنها الرحيم مع كل هذه السيدات والسادة والجميع أنا أتمنى لكم توفيق أتمنى أن تجعلوا من هذه إلى المدينة هي مدينة الرائدة مدينة أعطق الكثير مجنوع من النساء والرجال أن تمو خدمات جليلة وأستوى الخدمات لهذه المدينة ولا بد أن نخرج بشعار نريد أن نمد الاعتبار لهذه المدينة وشكراً لكم